انا كمان شايفة حتة برضو غريبة جدا الاهل بطلوا يسألوا على العريس اللي جاي البنتها مثلا يعني انا مثلا كايمان لما ييجي عريس لبنتي لا انا لازم اسأل عليه من الف الى الياء يعني لازم اجيب تاريخي العيلة شجرة العيلة كاملة عشان اعرف العيلة دي شكلها ايه بشوف عائلات بطلت تسأل يعني بيهربوا من حتة يعني هما شقين يعني في عيلة مثلا بنتها اتأخر سن جوازها فاول ما اتأخر سن الجواز فاي عريس بييجي خلاص الله جميل مدام بيجيب يعني خمسين في المية من احتياجات الجواز فيالله ونكمل وضيف انا ونجوز مطلقة مستقبلية اه فبطلنا نسأل ليه على العريس اللي جاي البنتي زمان كنا بنشوف شيخ الحارة ده كان لازم يعني اي حد بيتقدم لبنته يروح يسأله اللي ساكن في الشارع بتاعه طب ده ايه طب هو سلوكه ايه في الشارع طب بيعمل ايه طب اهله ايه يعني كان السؤال ده برضو بيفرق ما ممكن ان واحد يطلع حرامي ممكن واحد يطلع نصاب ممكن ان العريس يطلع مدمن شكله جميل جدا ولابش شيخ جدا ومعه فلوس لكن هو مدمن كتير جدا وما اكثر هزي الحالات يعني بنكتشف بقى بعد كده بعد الجواز بقى لان انا خدت بالمظهر الخارجي فانا شايفة ان الاهل بطلوا يسألوا ليه بطلتوا تسألوا على عريس بنتك ليه يعني انا عشان شكله لطيف ويجايب لي حاجات كويسة وهيجيب لها بيت وهيعمل قد ايه الموضوع ده الخوف المرضي من المجتمع انها كسرت التلاتين كسرت الاربعين كسرت الخمسة واربعين ما تجوزتش فهي كده خلاص القطر فاتها القطر يفوتها احسن ما تتجوز قطر يدوس عليها ويدمرها وترجعلك بعد كده بكام عيل والله اعلم اصلا هترجعلك ولا لا صح يعني فمش الفكرة في ان انا اجوز بنتي بشرعة هجوزها مين وهي اصلا الشخص ده مناسب لها ولا لا يعني انا بشوفك حالات كتير جدا تبقى مهندسة وتتجوز شخص مش متعلم ما احترامي الكامل ليه بس توافق فكري ما فيش فلما نيجي نخلف اولاد مين هيربي الولاد زي كان قصة مش متعلم طيب لا والطريقة الطريقة في التفكير في التعبير قبل كده في حلقة اوزاله مني وهقولها تاني يعني انا متربية مش انا كايماني يعني هي بنتكلم عمونا على الستات ورجالة راجل متربي عيلته دبلوماسيين بيأكلوا الشوكة بالسكينة بيتكلموا بلغات معينة متعودين على الصفر الكتير انا بتكلم بدي مثال مثلا هو متعود على طريقة لغة معينة في البيت بطريقة معينة باتيكيت 24 ساعة عشرين بالاتيكيت اجي اتجوز واحدة عشوائية يعني صوتها عالي بتاكل بيديها معرفش ايه هتربي ولادي ازاي ثقافة مختلفة ثقافة مختلفة هتضر الثقافة التانية قلتلكوا اللي قاعد على الصفر غير اللي قاعد على الطبلية غير اللي قاعد على الارض فهو دايما انا بقول المثل ده اللي هو ايه باكل على الصفر وده بيأكل على الطبلية